تعالى كارلون بسم الله الرحمن الرحيم الله ما صلح وسلم على سيدنا محمد حصر الكميات في عندنا في حصر الكميات اهم او قبل ما نعملها هو وحدات القياس بتاعتي وحدات القياس حصر الكميات عندي عبارة عن ايه؟ عندك المؤيسة بتاعتك دايما بتجيلك فيها ست وحدات قياس رئيسية كم وحدات قياس معلش؟ ست وحدات قياس ست وحدات قياس بتاعنا دول اول حاجة بالمتر الطولي ثاني حاجة بالمتر مربع او مسطح ثالث حاجة بيسموها بالمتر مكعب بالعدد بالوزن بالمطول تعالوا بدأ نبدأ نتناقش مع بعض ونتكلم مع بعض ايه الحاجات اللي تمشي كزا وكزا وكزا وكزا؟ من بنود المشروعة راكم واحد حاجات بالمتر الطولي زي ايه كده؟ قالت راكم واحد اعمال الوزراء الوزراء يا جماعة ده هي اللي تبقى مسك الحطة من تحت دي بتتقاس بالمتر الطولي طول ما ارتفاحها اقل من خمستاشر سنتي بيعملوا ايه بقى الناس؟ بروح جاية على القوضة زي دي ويروح شايف برمتر القوضة دي قد ايه؟ المحيط وبعد ما يجيب المحيط يطرح منه مين؟ عرض الباب يقولك انا محتاج كزا متر طولي وزر اللي زيونها زي الغرفة اتفقنا كده؟ طيب ايه داني بالمتر الطولي بعد اسمي حضراتكم؟ رقم اثنين اعمال درج السلم الدخام يبركب على السلم الدخام يبركب ده بيجي من متر الطولي بيعرف عنده طول الدرجة كام؟ او عرض الدرجة كام؟ يضرب في عرض الدرجات يطلع عنده كزا متر طولي درج بزوم السلم رقم التلاتة اعمال الكوبستة الكوبستة بعت السلم لما ايجي يعملها حديد فيه ناس بتشتغل حديد ده بالوزن وفيه ناس بتشتغلوا بالمتر الطولي اتفقنا كده؟ طيب ايه تاني يا ولاد رقم خمسة او رقم اربعة اعمال مين؟ ها؟ حاجة كده اعمال الكرنيش الكرنيش هديجلي فوق دي وشغل جيبسن بورد بيتعامل برضو الاتنين جيبسن بورد في الاركان بيتعامل الكرنيش بجيبسن بورد برضو بمين؟ بالمتر الطولي اتفعنا كده؟ طيب ايه تاني بالمتر الطولي؟ رقم خمسة اقلك اعمال المواسير لما تليدي تشتري مواسير المواسير بالمتر الطولي مش بالكيب مواصير بالكيبو دي من عنده واحد تاني فلاص كده؟ لمين؟ حاجات بالمتر الطولي وإيقان زي كده؟ في بعض الحاجات بالمتر الطولي برضو زي مين كده حد يفتكر لنا كده القرميد و ايه تاني باكتات الخشب و ايه تاني طبعا هتلاقي حاجات كتيرة جدا ايه لها مشاء امراض والحنا قصدي ايه؟ طيب صلى علينا ليه؟ طب حاجات بالمتر مربع زي مين كده؟ لو كنت قلتلك الارضيات الارضيات تتقاس بالايه؟ اللي هو السراميد بالمتر مربع طب الدهانات طب المحارب يعني تقريبا جميع اعمال التشتباط بالمتر مين؟ دا مش في اسم النات هنا خالص جميع اعمال مين؟ هجاوك الخارج جاوك الخارج طيب بص معاي بتقول متر طولي جمش متر طولي خلاص؟ جميع اعمال التشتباط طيب بص معاي حندسة رقمت لين؟ باش مودي سألت فيه حاجة في الخارصانة بالمتر المربع اه فيه اللي هي مين؟ الخارصانة العادية سمك اقل من او يساوي هندسة عشرين سمت ده اللي انت اصدك عليها هندسة انت معايا؟ ده اللي انت اصدك عليها ده اللي تحت السمال دي حاجة اسمها فارشة عادية تحت السمال واضحة نصد ايه مشكولة اسم تشتغلها يبقى الخارصانة العادية سمك لو كانت اقل من كامل من عشرين سمت دي بيكون اسمها واحدة من اليدين عندك في المؤيسة يسمها فارشة مضافة ده لو كانت تحت اللبشة المسلحة بيتعامل عشرين سمت يقيم اسمها خارصانة الدكات ايه خارصانة الدكات دي؟ دي اللي كنا قلنا عليها الدكات اللي احنا شغالين العشرة سمت اللي هيعملها فوق الردم عشان يبدأ بعد كده يحط اشتبط الدور الارضي طيب ايه تالي بالمتر مربع؟ قالك رقم تلاتة اعمال الطوب لو انا شغال ايه اولاد؟ نص مين؟ نص طوب يبقى لو انا شغال نص طوب وبشتغل بالمتر مين؟ بالمتر مربع طيب لما راح اشتري الطوب ما بشتريش بالمتر مربع بشتري بالالف عشان بتشتري بالعدد انا هنسل معك حيطة صغيرة هي لو قلت ان انا ابعالي دي كده عبارة عن طول اربعة متر في ارتفاع تلاتة متر الحظ اللي ات خانيتها ايه؟ الاثناشر سانتي في التوقيت ده لما بلحص الحظ دي كان متر مربع اعمل ايه؟ حتبقى تلاتة فاربعة تستوي معايا كم؟ الاثناشر متر مربع طول على قديمه الابعاد القديمة اللي هي خمسة وعشرين في اتناشر في ستة كان المتر مربع طول بيعمل تمانية وخمسين طول على الابعاد الجديدة اللي هو عرض الطوبة عشرة وطول الطوبة ما بيجيبش حتى الاثنين وعشرين يوم يضربه الدم هو اخر وعشرين اتنين وعشرين دلوقتي فالمتر المربع طوب تقريبا بيعمل حوالي اربعة وستين طوبة المتر المربع بيعمل تقريبا كم؟ حوالي اربعة وستين طوبة يعني معنا كده الحظ دي عندي كم طوبة؟ حاجيب التربيعة بتاعتها الاول وباكد اضرب التربيعة في كم؟ فاربعة وستين اشتري على الطوب اللي انا عايزه تاني المتر المربع من الحيطة متر اتنين اللي بتيبي تقديل الطوب اللي فيه طب عاك اربعة وستين طوب انا بروح اشتري الطوب من عند الواجد اللي بيبيع الطوب بالعدد الفين وثلاثة فانا هعمل ايه؟ فالحاجي على الحيطان اللي سمكها كلها اتناشر اجيب المساحة بتاعتها بتكامل مجموع المساحات مجموع المساحات تادي تطلع معاك مثلا ميت متر مربع اربعة وستين بيطلع ما هي محتاج ساعتها؟ ستة الاف وربعمل طوبة وانت انا قصد ايه؟ طيب ايه ده اللي بالمتر المربع؟ قل لك رقم اربعة اعمال العزل يبقى العزل ورده بالمتر مين؟ مين السود اللي بتعمل ده؟ بالمتر مين؟ بالمتر مربع طيب بالمتر مكعب بقى زي مين كده؟ قل لك رقم واحد الخرصانة العادية سم اكبر من عشرين سنتر بالمتر مربع او بالمتر مكعب قاسم رقم اتنين المسلحة بجميع انواعها الخرصانة المسلحة بجميع انواعها معادة حكتين رقم واحد رقم ستة في المتر الطولي الا وهي الخوازيب الخوازيب بتتحصل بالمتر الطولي مش بالمتر مكعب بالرغم انها خرصانة مسلحة افتح اي موايسة هتايجي بيقولك متر طولي خوازيب اتفقنا كده؟ انت بقى وانت بتعمل كوست استيميتي متقدر بتكريفك بتحسيبها كما لو كانت متر مكعب وترجع تحولها بالفلوس تقسم على عرض الاطوال تديلك سعر المتر الطولي كان زي ما كنا نعلم تهلكوا قبل كده طيب ايه تاني بالمتر مكربع؟ اه هنا رقم خمسة اه هنا وهو الهولو بلوك يبقى الحكتين الواحدتين اللي خرصانة مسلحة وبيتحسروا بحاجة خلاف المتر مكعب هي الهولو بلوك ومين؟ والخوازيب الخوازيب متر طولي الهولو بلوك بالمتر المروح بالرغم انه سقف وفيه خرصانة وفيه حديد لقى اي خوازيب اي خوازيب بالمتر الطولي فان افتح اي موايسة هتلاك يا ميلي بقولك عليه ده حد بقى عايز ديعمل خلاف زلك يبقى ديعمل مواصفة انه هو انا بتكلم عن مواصفة الجنرال الحاجة الستانرد اللي الناس ماشي بيها هو الحناس ايه؟ طيب صالنا عن بالمتر مكعب زي مين تاني؟ رقم قالي هنا رقم تلاتة الحف والردن والاحلال الاحلال بالمتر ايه برضو؟ بالمتر مكعب صح كده؟ طيب ايه تلي بالمتر مكعب؟ قالك الطوب لو انت باني على مين؟ على طوبة يعني ايه؟ قلتلك ان عرض الحيطة خمسة وعشرين سنتي ده معنى ساعدتها هحصلوا الحيطة دية بالمتر مكعب اللي بساعدتها حصلها يبقى كان ثلاثة فاربعة في خمسة وعشرين من مية ايه تعمل لها كان؟ ثلاثة متر مكعب طوب صح كده؟ تمامي على قديمه الابعاد القديمة الواحد متل مكعب طوب كان بتعمل من ربعمية اتنين وستين طوبة انما دلوقت الواحد متل مكعب طوبة تقريبا بيتعمل من ربعمية وتمانين طوبة متل كده عايزة فاهمني ايه اقول لك انا فاقل لما تجد تحصلوا طوبة بتاع البيت تعمل ايه؟ تطرح واخد الحيطان الطوبة على جمه والحيطان النص الطوبة على جمه الحيطان الطوبة تجي من المكعب بتاعهم بعد ما تطرح مين؟ الفتحات وتجيب الواقع من نهاية تعمل مكعب بتاعهم والمكعب الاخير اللي هتجيبه ده ينضير في ربعمية وتمانين زائد المربع مين؟ او الحيطان اللي هي نص طوبة هات المربع بتاعهم واترح الفتحات كده انت جيبت مين؟ التربيع اضرابها في كان؟ فاربعة وستين اجمع الرقم النهائي اللي هنا كعدد الرقم النهائي هنا كعدد واطلع الراجل بتاع الطوب وهات منه ألبع خمس ستة ثلاث طوبة زمانة عيزة لا مش ضاعف مش ضاعف انت لابيك بص حبيبي صلى عنا بيه هي عبادة طوبة كان معلش هي معادلة ايجابنين اصلا انت عندك الحيطة هي بسرعة بس سهل مش دي واحد متر في دي واحد متر والله اغطاء طب حل الواحد متر مش ضاعي سطول كده هي عبادة طوبة الواحدة كان مش دي كده مفروض ان هي بخمسة وعشرين صح كده؟ في البعر ده كده بدي فعدة كان هي رد عليها ستة صندي يعني مفروض اقسم واحد انا عايزة الواحد متر في متر من طوبة الواحدة كان ستة صندي في خمسة وعشرين اقسم الواحد على ستة من المية في خمسة وعشرين من المية تفهم العصد ايه؟ تمام طب لو انا عند الحيطة بتاعتي بقى الحيطة بتاعتي كانت مل كانت على طوبة ساعتها الحيطة نفسها جاية كده فلما تيجي تاخد متر مكعب معناها ايه؟ واحد في واحد اقسموا على مين؟ ابعاد الطوبة كاملة خمسة وعشرين من المية في ستة من المية في التاشر من المية انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ هندسة ليه؟ لا مرهاش سبب باشي ده ده مواصفة دي مواصفة مراش اتكلم معك فيها ولا اقدر افيدك فيها انا ما عرفش دي مواصفة واتحنا اصد ايه هندسة انا ما اضحتش اعرف ليه؟ انا بصراحة ما اعرفش انا اعرفه وكل المسأل حد يقولي دي مواصفة خلاص ايه انا ماشي عن الكلام ده؟ واتحنا اصد يا جماعة؟ تمام اكمل معايا لو سمحت طيب حاجات بقى زي مين؟ الحديد لا ده بالوزن الكرتاب بالوزن ايه تاني؟ بالوزن زي ايه تاني؟ الاسمن الرمل لا الرمل متر مكعب طب الخشب متر مكعب تشد الخشبين متر مكعب المية متر مكعب لما تيجي تنفيه وقدما تيجي تنفيه وحطورة البيت مسلا يقول لك عليك عشرة لتر للشهر ده؟ ايه لسلت رجلك؟ يقول ايه؟ لا عندك ثلاثة اربعة خمسة متر مكعب مية صح؟ طب تعال معايا حاجات بالعدد زي مين؟ اعمال مين يا اولاد؟ اعمال النجارة الاجواب والشبابيك دي بالعدد ايه كمان؟ ممكن الانوميتال بس الانوميتال اولاد بيمشي بالمتر المربع واولاد بيمشي بالمتر الطول انت فاهمي المصد ايه؟ دي كلها حاجات فاهمين المصد ايه؟ طيب صلعنا طب بالمقطوعية اعمال لا يمكن تجزئات زي مين؟ اعمال ما اسمهاش سباكة اخليك مهام اسمها صحي صحي كده؟ تمام واعمال مين؟ الكهربا مع العلم ان الكهربا تمشي لتنين؟ عدد ومقطوعية تجيب الكهرباة يقولك انا حسبك بالنقطة النقطة يعني فيش طب اهمين معانا قصد ايه؟ الصحي لا في الغالب بيمشي مقطوعية في الغالب بيمشي مقطوعية مجمتش حتى بيشتغروا قبل كده يمين؟ بالعدد دي خاص بالعدد امتى؟ لما بيكون الكمية كبيرة حيركب مثلا لا دخل مثلا مدرسة او مسجد يعني حاجة فيها لكمية احواط كتيرة او كمية او وعد حميمات كتير قتيل فندق فساعدة اقولك انا هركب الحوط بكزا عندك بقية متين حوط يلا بقى معانا هو هيكسب فيها اكتر الواد فاهمنا نصتي ايه؟ ايه كمان بالمقطوعية اعمال مين؟ المصاعب اصنصرات واعمال الحرير مين؟ بتمشي مقطوعية طب التاكيف المركزي ممكن يمشي معطوعية ممكن يمشي متر طولي التاكيف المركزي ممكن يمشي مقطوعية ممكن يمشي مين؟ متر طولي مباني ايه؟ ما محاسب انت محاسب مين هتحاسب جواب. والحنا اصد ايه? طيب صل على النبي دي. طيب دي كده حاجتنا. المشكلة كلها في ايه? ان المتل الطولي ده كان بعض. ده طول بس جواد واحد. صح? طب المتل مربع طول في عرض. طب المتل مكعد. طول في عرض. في عرض. في عرض. ثلاثة ابعاد. طب انا عرض بارس انتو دي ولا سليد? بارس انتو دي. صح? يعني اخر يجيب ايه? طول او طول عرض. لانك تجيب طول في عرض في ارتفاع روحت في ستين دهيا. ليه ساعتها روحت في ستين دهيا? لان هارضك ساعتها هتكون فاهم وملم ان الحوار ده هيوديك في مشاكل. اش معنى? لان يا بش مهندس? لازم احاول الابتوكات بتاع الانتو دي مين? لا. صل على النجل. ربنا رزقك بواحدة من اتنين دول. يا مساحة سبت في طول متغير. يا مساحة متغيرة في عمق سابت. مش فاهم حاجة. ما نفس الارتفاع. ما بش حاجة يسمحها قعد عادية كل قعد عادية ارتفاع شكل. العادية اللازم تكون نفس الارتفاع. اللي ممكن تختلف هي مين? المسلحة. طب بان العادية ارتفاعاتها سابتة. طب هان مساحة كل قعد عادية زي التانية? طب ساعتها اقول لك ايه? كده انت وقعت في مين? وقعت ان المساحة عملها? في عمق مين? يبقى انا لو بيتها قد روح تجايب دي. ضربت في العمق السابت جبت الحاجة. نفس الكلام ده نطبق على الاعمدة. هي مش الاعمدة كلها معايا في الدورة هي ارتفاع واحد. بس اقطاع كل عموزة التانية. يبقى انا هعمل ايه? حكيب مساحة الاعمدة اضرب الارتفاع السابت خلصت. صح الكلام ده? تمام. طب مساحة هاتف طول متغير. دي زي مين كده يا ترى? هو مش الكامير ده انا عامل كله ولا اكون خمسة عشر بسبعين. اتناشط بسبعين. اتناشط بسبعين دي ايه? ابعاد كروس سيكشن. طب طول كل الكاميرا زي التاني. يبقى انا هعمل ايه? هروح جايب سبميشن. سبميشن. اللينزز بتاعت الكاميرات بتاعتك من الارتفاعات. اضربها في مين? في الكونستان في مين? كروس سيكشن. ايه بياه? هروح مطبع الحاجة. يبقى تفيدني في حص بسم الله او في حص الكاميرات. لان الكروس سيكشن سابت. انما الطول متغيش. اتروح هنا هون. المشهودة ما ديلك في ايه ترى? دي روحة ايه? اواعد. اول حاجة برا دي خالص دي العادية. اللي هي الصفرة دي. البيضة دي? مسلحة. طب و دي? بسم الله قومية. مش كده? طيب. اه اللوحة اللي بعدها دي لوحة مين? محاور واعمدة. قطعات الاعمدة بالنمازج بتاعتها بس. انتم معايا كده? تمام. نعم. طيب. اكمل. ده كده كان عبارة عن سقف دور من الادوار. و ده السقف اللي بعد. و ده سقف و غرف السطح اللي هي في الاخر خالص فور. طيب. اه عايزين نحصل الاواعد دلوقتي. هنعمل ايه? هو مش دجد ولا الاواعد? صح كده? طيب اضرب بعينك شوف كلامي صح والله غلط. ده النمازج. قاف واحد لحد قاف كام? سبعة. انتم معايا كده? تمام. ده عبارة عن مين? الاواعد العادية ابعدها طول وعرض ومين? واضح ان الارتفاع فيهم كلهم ثابت. لكن المساحات يبقى معنا كده انا واقعت في اي شرط? الشرط مين? التاني. المساحة متغيرة في العمق السابت. فهمت انا مصد ايه? طيب. طب المسلحة. والله واضح ان المسلحة برضو كلها ارتفاع مين? واحد. اش كده? لايه? طيب بص معايا بقى. الناس بتعملي برا بقى. بيروح جايه مثلا اواخد قاف اتنين دي. عشان يحصر عدية بتوعتها بيعمل ايه? بيضرب طول في عرض في ارتفاع. انا بتكلم عن عدية. كده جاب حجم الاعداء الواحدة. يطلع على مين اللوحة? ويعد عنده كام قاف اتنين. ادي واحدة ايه? فوق انتوا معايا. وادي واحدة تحت. ويبدأ يشوف كام قاف اتنين. يضرب العدد في حجم الواحدة منه. الكلام ده مايأكلش عيش. لانه بياخد معاك وقت موت. طيب انت بقى راجل عايز تخلص في سوانين. تاخد مني وتشتري? خد مني وتشتري. هتعمل ايه هندسة? صلى على النبي. هنروح عاملين لير ايزوليت. على مين? على الاواعد دي. واضح ان هو راح مديني الاتنين مع بعض. ابن الازين اكن نزم الهاتش. والابيض ده. ودي كلهم في لير واحدة. طيب انا عايز اختار الاصفر بس من دول. لا غير فيلتر فيه امر حلو قوي. كليك سلك. صح صح. انا عايز اختار انهي حاجة في اللي برا دول. الخط اللوني هو اصفر. اروح اقل له بالكلر. ايكوالز تو مين? الاصفر. طب اختار من انهي مكان في اللوحة. اروح مختار دي ومعامل كده. ومعلم. واقول له اوكي. كده اختار انهي خطوط. الصفرة بس. اروح اعملهم كابي. واطلع بيهم تحت كده. ايه رأيك امعلم? شغل فنالك. اوكيات دايما لازم يكون عندك مين? افكار كتيرة. عشان تحل مشاكل. طب الحل اي دي الوقتي? الحل بصراحة والله باش موانس امر ان انا عايز اجمع الاواحد دي كلها اجيب مجموعة مساحاتها. في طريقة قديمة او طريقة جديدة. خليك في الجديدة احسن. الجديدة ان انا لازم اقفل الاشكال دي كلها تبقى اشكال مغلقة. اعملها ازاي? يا اما تمشي على كل واحدة منهم وترسم بولي لايم? يا اما تمشي على كل واحدة منهم مستطيل من اول وجديد? يا اما تمشي ورايا. تختار عن هي? بس صلع النبي. في حاجة على الاوتوكات اسمها اللسبات. دي مش موجودة في الاوتوكات. اللسب ده امر بيجي يركب من بره على الاوتوكات كما لو كان امر من بور الاوتوكات شخصية. انتم معايا كده? اللسب ده. بنشغلها ازاي اللسبات دي على الاوتوكات? عن طريق امر اسمه اختصاره اي بي. اه رح كاتب اي بي كده وده اسمها اصطرق. حلو الكلام? اللسبات دي معاكم في حصة النهاردة. وانا هفتحها من حصة النهاردة. ها? تعالا معايا. مش احنا كده اهو هنا? اهي. بارتو اهي. الاسبات. الاسب اسمه يا أولاد الاسب ده? جيل. اروح مختار جيل وقيل له لود. واقول له لود مين? دايما نحمل الاسبات وانس. مش اولوز لود. عشان الاسبات بتعمل مشاكل مع السناب. اقول له لود وانس. قال له هتحت ماله. سكسسفولي لود. كلوز. عارف كله هتعمله اي حضرتك? هتروح كتب جيل بس على الشاشة وتدوس مصطرة. تختار عالتين زي دول وتدوس مصطرة وتعمل اي مسافة. قفلهم ايه? اشكال مغلق? تفاهمين اللعبة? بس ما تختارهمش كلهم مرة واحدة. ممكن اروح موصلهم ببعض. فاروح عامل انا جيل اللي كده هو ببساطة قوي. حبة زي دول. واتنين زي دول اهم. واروح عامل اي مسافة كده صغيرة. اتقفل. اختار دي. واختار اللي فوق هناك دي اهي. انتم معا كده? اتقفلوا الاتنين دول. اختار دي. على فكرة بص عمال اقفلهم اشكال مغلقة على طول في ثانية. جيل تانية اهي. هختار الحبة دول واعمل كده. ودول اهم. قلت ما تاخدهمش مرة واحدة. اللهم قد بلغت اللهم فشها. اهو. انت معاك المسطرة شغالة زي الفل. مش هتجيبوا الله هيوصلهم ببعض انا عارف انا بقولك ايه. برضو. ممكن دو ازبط وممكن ما تزبطش. طب وانا ليه دخلني في حيوانا خلصت اهو. وانا بكلمكم. قفلتهم كلهم كاشكال مغلقة. انا عايز اعملها ترى دلوقتي بقى. اجيب مجموع مساحتهم. وعايز كمان اعمل حركة حلوة قوي لهم في الموقع. كما لو كان شوب درون كامل للأواعد وهي واقفة. طلحها لهم في روحة اسري. هعملي بقى. هطلع تاني. فيه لسبة عندنا يا ولاد قلمة الروعة هنا في الفولدر ده. اسمه ايه اللسب ده? اريا ابدات. رح مختار اريا ابدات واقول له مين? لود. لود وانس كلوز. انت مش عايز تجيب مجموع اريات دي? لازم تكون مزبط نفسك النوع الكتابة اللي فوق ما لها. الاول. تمام? ويكون من فورمات. تيكست ستايل. اخش من تيكست ستايل جوا اتاكد من ستاندرد دي. اريا الفونت اللي اسمه. دوس فيه بس. اهو. عشان يعمل لك الشكل ده كده. اقول له سيت كارانت. كلوز واخرو. اختصار الاسب اللي انا شغلته ده ايه اريا يا ولاد. هدوس ايه ار وعدنا هدوس مصطرة. وهتعمل يا هندسة. طلب منك تحت ايه رابل مكتوب تحت. سليكت ايه? اروح مختار الاواعد بالكامل. وادوس مصطرة. طلب بعد كده انزل شنبوينت. وهيعمل جدول. يحط الجدول ده فين? وليكن بص. في المكان اللي هو فيه بزبط كده. اروح مش اول كده كليك شمال. طلب بعد كده ايه? ايه الهايد ده? ارتفاع الاعابل عليدي كام? حركة تيبله اربعة من عشرة. وادوس مصطرة. واسيبه وما تعملش معه تماما. واشوف هو هيعمل ايه مع نفسه? كما لو كان نوتا حسابية. بص يا فن. الراجل كده البرينس? جاست اخر خبطة ايه? لا لسه في خبطتين كمان. الراجل كده خلص. عمل ايه بقى? بص يا باشا. راح مدي لكل اعدة من الاواعي بتاعتك ايدي. وراح مدي جنبها العمول التاني ده. مساحة كل احدة. ومدي جنب مساحة كل احدة منهم مين? رد علي. ارتفاعها. ومدي جنب كل واحدة منهم حجمها كام. طب وفين الايديهات دي اهي? فاند من الايديهات اهي? تيجي انت تروح بقى له حسبة ومجمع دول. افرد متين قاعدة. هنا استعبط. ابليكيشن لود. ده انا مريح عليك للاخر اهو. الاسب التاني اللي معاه. واروح اييل له لود. لود وانس كلوز. الاسب ده اسمه ادونا. ادونا. واروح ده اسم مسطرة. انت عايز تجمع مين يا ترى? مش عايز تجمع المكعب ده? اروح مختار دول كده هم بالكامل. وادوس المسطرة واضغط تحت هنا كده. خمسين واربعة وتسعين من مية متر مكعب خرصانة عدية. ولو انت بقى واد زاكي بجد. هتعمل ايه? بص معايا ولاد. حيروح جايل باش موانس المحترم. مختار كل المحاور. مختار كل المحاور بالكامل هي. وياخدهم النقطة معلومة ولتكن دي كده. ويركبهم على دي كده. ويروح مسلم في الموقع لوحة اسري فيها الكلام ده كده. كل قعدة عادية بالاي دي بتاعها بحصر بتاعها كامل هنا واجمال الحصر الكل كان. اكتر من كده حد الله ما فيه. واضحة انا قصدي ايه? ماشي. طيب صالحة عن النبي. بص اي باشا. طب لو عايز يحصل المسلحة بزمتك. مش نفس الكلام. هو نفس الكلام بصد بس خلي بالك. وانت بتحصل في المسلحة تخلي بالك من حاجة. انك تتأكد ان هما كلهم ارتفاع مين? طب لو ما كدوش ارتفاع واحد. هاخد كل مجموعة لوحدهم باللسم. عشان يبقى كل مجموعة لها مين? هايت مختلف عن التاني. اتفعنا? طب لما اجي احصل السملات. السملات كلها كانت نموذج واحد ولا يكون خمسة وعشرين في ستية. السملات لما اجي احصرها. مش مهوضة عشان احصل السملة زي ده بعمل يا اولاد. مش بجيب طوله. طول الخطة ده ينضرب في كامل? خمسة وعشرين من مية في ستة من عشرة. مهوطول في عرض في ارتفاع. طب هو كده السملات دي مش كلها نفس المساحة السابتة تعمل انت ايه حضرتك? لو قدرت اجيب بطريقة ما مجموعة اطوال السملات. بقول اولا لو قدرت اجيب مجموعة اطوال مين? السملات. وروح تضارب مجموعة اطوال السملات ده في كامل? في المساحة السابتة. كده جبت حجم السملات في خبطة واحدة. طب اعمل الكلام ده ازاي? صلى على النبي. النساح اللي هي ابيعاد بتاعه. السمل مستطيل. واضح زي الكاميرا. هعمل يا ترى. هروح عامل ليه رايزوليك تاني. ع السملات بتاعت اهي كاملة. قادي السملاتك اهي. هروح ساحب السملات دي كده كابي من هنا وانزل بيها تحت. هجيبها عالجنب ده كده. هروح واخد دوله جايبيهم كده. عايز اجيب اطوال الخطوط دي. بس خلي بالك. انت عايز طول الخطين ولا خط واحد بصراحة? طول خط واحد. طيب انا اجيبت طول الخطين. وبعدين اسمت على اتنين وانا انضربت في القطاع. فيها مشكلة? طيب. اجيب طول الخطين ازاي? بس بمعلامة برضو. واقدمها لوحة اسري فيها اطوال السملات. هنجيبهم ازاي? ارجع تاني على الفايل الاصلي ده. في هنا مين? سعيد لسب ده. اروح مختار ده واقيل له لود. ده صاحبه. انا اللسب جابه من على النت. لود وانس. كل اسباد دي جابه من عن النت بعملتش حاجة بيدي. ما نبخصش الناس اشياءهم يا هندسة. اكتب اس اي بس. هو جاب لي اللسبة هوا. اروح مختار اللسب ده. تمام? قال لي هنا ايه اول حاجة? هو يكتب لك على كل خط طوله. بس على مسافة ادي ايه من الخط كده وليكن. يعني وليكن عشرة سنت يا عم. ماشي يا سيدي. بوينت وان يعني. طب ارتفاعك تابع كامع الخط. خليك ده ما مسبت نفسك على بوينت وو. مدوس مصطرة. طلب منك بعد كده حاجة سناء ايه? اروح مختار مين السملات بالكامل. كل اللي هعمله مصطرة. عمل ايه هندسة? راح مد الكل خط طوله. صح? هتعمل انت ايه حضرتك بقى? هتروح جاي عايز تعرف مجموحهم كام? كل اللي هتعمله والله بكل بساطة تماما انك تعمل ايه? في لسبة تاني معه هنا اهو اسمه تي اس ام. اروح مختار ده. ده اختصار اللسب. اروح مختار ده بالكامل وادوس مصطرة. قالك المجموع الكل بتاع السملات دي كامل. متين خمسة وتمانين متر طولي. الوقت كمات اسم الاول عليه. وبعدين يلضرب. في خمسة وعشر من مية في ستة من عشرة. انا كده خلصت السملات. من الاخر. طب كملي هندسة. ده بالنسبة للسملات. طب انا لو حبيت احصر معك عزل الاواعي والسملات. هو العزل بيكون لايه بالزبط? لأ تعال بص معاك يا سانية سانية. هرسل معاك حيطة سريدي صغيرة اهو. لقاعدة وليكن مع سميلة. يوني ساواني كدا؟ موسيقى 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 ماشي هندسة ماشي ماشي. ماشي. الله يسمحك يا جدع. صلى عمني. لما يجي يحصر العزل. هو بيعزل ايه اصلا? قال لك بصراحة اللي بيتعزل في الاواعد في الغالب دايما هو الاوجه الخارجية. لان دي تهدش احمر دي. الاوجه الخارجي. طيب والسملات بيعزل وشين السملات. طب هو العزل كان بالمتر امت شوية معاك. بالمتر مربع. طيب لما اجي احصر عزل الوش ده? هو عبارة عن ايه عزل الوش ده ولاد? هو طول الاعدة في ارتفاعه. الطول الاواعد هو عبارة عن المساحة السطحية. او المساحة اسف الجانبية. اللي هي تسوي ايه المساحة الجانبية للاواعد? محيط الاعدة في ارتفاعها. بس قبل ما اقول محيط الاعدة في ارتفاعها لازم افور من محيط الاعدة تتدخل مين? السمل. تفهمتوا قصد ايه? طب كلام جميل. النقطة الاهم. طب السملات. هتبقى عبارة عن ايه? محيطها عبارة عن ايه? طول الخطين. في الارتفاع. لانه بيعزل الوش الشمال والوش اليمين. فهمتوا ايه? اجيب الكلام ده كله ازاي? يا هندسة. صلي على سيدنا محمد. هاروح جاي مختار دي كده. قادية هنا هي. عايز اجيب الخلوط البيضة كلها هعمل ايه? فاكرين? كويك مين? كويك سيلكت. وادخل جوه هنا واقول له اللي هو مين? وايت. واروح مختار دي ومختار دي كده. اقول له اوكي. خدتوهم برهم. طبعا في بعض السملات ما جابهاش. اختارها انت بقى بيدك واديها. عايز اجيب مجموعة دول كلهم كاطوال خطوط. ما انا على فكرة الاوقت كانت ستين المسلحة كلها. بيعزلش السكرة ايه? الحاجة اللي فاع حديد. عشان خايف عن حديد. طيب عايز اجيب مجموع دول. والله برضو بحاجة بسيطة. بص يا باشا. في لسبة تانية اهو. قمة الروعة اسمه. اروح مختار ده واقيل له. اختصاره تي. تي واروح مختار ده ده اسمه اسطرة. ده طولهم الكل. ده على طول في ستة من عشرة. يدي لك عزل الاواعد والسملات. وانت واقف. بس لما تكون جايبهم كلهم. انا بقى يدي لك الطريقة. طيب. عايز يحصر الاعمدة. هي اعمل في الاعمدة لما يجي يحصرهم. هي الاعمدة يطبع لها نشارت. لو قلت لك ان الاعمدة بيطلقوا الارض كلها ارتفاع حربعة متر. يومساح متغيرة فعمت مين? عالبركة. اجيبها ازاي? هروح مختار عمود منهم كده. دي اعمدة هي. اروح واخدها كابي كلها برا هي بعيد. انتم معي كده? قادة الاعمدة هي. عايز احصر الاعمدة دي في ثواني بقى. اجيب مجموع مساحات هون. جوه الاوتوكاد? لا جوه الاوتوكاد نفسه في اه امر يجيب لك مجموع المساحات. بصوا معي. لو انا جيت عالكاد كليك يمين? عالشراية فوق في شيء اسمه ايه? انكاوري. شايفين الشريط ده? الشريط ده طلعه فوق اهو. فيه حتة امر هنا. والله العظيم بيتامنه في الكاد. ده بيجيب لك مجموع مساحات على طول في الثواني. بس لازم تكون الاشكال كلها ريجون. يعني روح مختار امر اللي هو اسمه يا اولاد. ريجون اللي تحت ده كده اللي هو عكس اكس بلوت. ريجون اهو. وارح مختار دول بالكامل. وادوس مسطرة. لاحظ ان كلهم لونهم بقى ايه? نفس لون اللير اللي برا. لو واحد يوم يفضل بلونه ده كده ما تعملوش ريجون. يبقى تشك عليك. طب انا عايز اجيب مجموع مساحات ومو اعمل ايه? اروح مختار الامر اهو. واختار الاعمدة بالكامل. وادوس مسطرة. رح حاسب لك هنا مين? الارية اللي كامل? خمسة دسعة وتسعين من مية متر مربع. لا ينضرب في كاميرا بقم ده. فاربعة متر ارتفاع. يبقى ده كده حوالي عشرين متر مكعب او اربعة وعشرين متر مكعب اللي عمدة بتاعتك. طب هو العمود يا جماعة بيعمل كم متر مكعب اصلا? كحصر. من غير كده حسابات. من ربع التلت متر مكعب. يا سئلة انت رفيو بتتسيل كده تقول لك المعمود بيعمل ادي ايه? تقول لك العمود بيعمل ادي ايه? امعاد العمود بس عشان خطري. لا مش هديك امعاد العمود. لا يبقى العمود بيعمل تقريبا من ربع التلت متر مكعب. ده كحصر كخرصان. واضحة نقصدي ايه? طيب ما تيجي كده نتجرق. نتجرق بجد بقى بجد. وناخد سقف زي ده ونحاول نحصره. حجاوبك حاضر. سقف زي ده عادينا نحصره مع بعض. خلي بالك بص في حاجة. ان الجزء اللي قدام ده كله تخانته كام? عشرين. طيب ودي كام? ادناشر ودي كام? طيب ودي? طيب. اقول لك تحصلي ده خلاص انا مسلحة ادي ايه? تقول لي طيب بص الديني اسبوع وانا هرجعلك بي. قال اكف الاسبوع ده عمال تفكر. طيب اللي حللك المشكلة دي هتفي خمس دقايق. بس بعد ما حصل تفكير فعلا بجد. تيجي نشوفها ازاي هنحصر اتعلها السقف مش هياخد معاك خمس دقايق. صل كما لو كان ده كده هو. بوينت سيفن. ودي هنا بوينت وفايف. هعمل سعفين صغيرين جنب بعض كده اولادهم. دول باكتين جنب بعض السري دي بسيطة هم في ثواني. حلو الكلام? تخانة الباكية دي عندك اهي? كبلاتها اتناشر سنتي. اتوا معايا? ودي تخانتها كام? اتناشر سنتي. والكاميرا على بعضها سبعين. يعني الجزء اللي صاعت من الكاميرا بس تمانية وخمسية. يبقى خليبارك لما بيجي على الكاميرا يقولك خمسة وعشر في سبعين اتماعش في سبعين. ده مش مقصود بيه السقوط بتاع الكاميرا. ده سقوط الكاميرا بما فيه تخانة البلاط. طيب. عايز احصل السقف ده دلوقتي. هلقى البشمهانس بكل اللي بساطة بيقول لي افضل حل على الاطلاق? اقول له ايه? قل لي اعتبري البلاطة كما لو كانت ورقة فوق الكامير. يعني ايه ورقة يا هندسة? يعني اعتبر دي على بعضها كده شايفينها? بنفس التفصيل انا فصلتها دي. ساعتها لما اجي احصل السقف احصله ازاي? هاخد السقف من بره بره خالص. لبره بره خالص. واضرب في التخانة اللي هي الكام. انت فاهم معي اهو? طب لما اجي احصل الكامير? تقول لي هتجيبي الكامير بس هلعتبار ان ان تفعل كاميرا كام? تمانية وخمسين بس. المقاولين بره بيعملوا ايه في الناس? بروح واخد السقف كله من بره بره ويرجع اقول له للتسهيل هناخد الكامير سبعين. ده ساعتها المقاول. بيكون الشريط اللي فوق ده. فوق كل كاميرا. انت فهمتوه كده خلاص اهو. اتاخد مرتين. ده يعمل له اتنين ثلاثة متر مكعب في المجمن في النهاية. يعني عشر تلاف جنيه ولا حاجة? فاهمينه ناص دي ايه? يبقى افترى. طيب. الكلام ده حلوة باش ما انسوا فهمناه. بس انت بتشتغل. ليه يا عمي باشتغل? انت مديني هو تخانات مختلف على فكرة. التخانات المختلفة اثن من التخانات الايه? المتساوية. ازاي? صلى على النبي. مش دول باكيتينهم? خد دي يا عمي. انا هنزل بدي موف بوينتو او تمانية. وده يكون تمانية سنتي. ساعتها في التوقيت ده. ترم الخط ده. ولده. ولدي. على فكرة الديمينشن بيحصل لك استيند. نعم. اه والله العظيم. اي اكس مسترة اختار دي وادوس الديمينشن. حصل لك استيند. بقى دي تخانتها كام? معا لين? عشرين. وده تخانتها كام? اتناشر. تفهمتو ناص دي ايه? دي اتناشر ودي كام? طب الحل ايه سعتها? وفيه ستتاشر كمان وفيه تمنتاشر وفيه اشكال الى ما شاء الله. حبيبي انسى كل الحوارات دي بالكامل. واعتبر السقف كامل لو كان اتناشر زي ما هو عادي. يعني هتعمل ايه? يعني الخط التناشر ده هكملو للاخر. تفهمتو قصد ايه? والكامرات. بالرغم ان البلاطة هنا عشرين. هحصل لها لحاة لما توصل ل مين? ما ترد علي? لله اتناشر. والسقف هاخده من بره بره كله على السنة هو اتناشر. بس في التوقيت ده اسألك. هان انت كده خلصت تقولي لأ ليه? لان الحتة اللي انا هشرتها دي فرق التخنتين. ما تحصرش لسه. طب عشان احصر الجزء ده هجيبه ازاي? هتروح ايه لي ده? على فكرة الجزء ده جاي معك من جوه جوه. ولا انا غلطان? لجوه جوه الناحية التانية. بس افتخنا كم ساعتها? فرق التخنتين اللي هي التمانية سنتي. فهمة الكلمتين دول تفور اي سقف خلق ربنا. طب تعالى بهدوء. صلى على النبي. كتابات حديد الكلام ده كله انا مش عايزه. انا عايز احصلك خلصانة دلوقتي. يبقى هاخد السقف ده كده على بعض اهو. بالكامل. واطلع به فوق كتر. واسألكو سؤال. هو مش ده قدامي? تقول لي اه. اقول لك. طب ما عايزين نحصره. اقول لك على حاجة. هو مش كله عشرين. طب لو خدت نسبشن ده الواحده برا. مش افضل حاجة. طب هعملها ازاي? خلي بالك اتفاتي باشتغل من اين? شفتوا ايدي من برا ايه? من برا برا. يبقى هاخد الخطوط دي كلها من برا برا اهيه. ها? معايا اولاد. يبقى نسبشن ده كله من برا برا اهو. بالخط ده. بالخط ده. بالخط ده. بي دي. بي دي. اكمل يا بشا. عشان ما زعلكش. اهو. خلي بالكم من حاجة. انا هاجي هنا واخد انا خط ده. انا خط الخط اللي جوه هنا. خليكم فاكرينو بالله عليكم. ااجي هنا اختار دي. بي ده. بالخطوط دي كل كاملة كده هي. بي دي برضو دي. بالخط ده. واخد دول كابي واتحرك بيهم كده اولاد. اي مسافة. واجعمل ترم الخطوط دي كده. الشكل ده عايز اجيب مساحة واعمل ايه? همشي عليه بفلة. واعد اقفله كشكل مغلق. صباح الفل. انت مش معاك جيقل. يا عمي صلى رسول الله. جيقل وبعدين مسطرة. اختار ده كده ومسطرة واي مسافة على الشاشة. بارك الله فيما رزق بقت مساحة مغلقة. امر اسمه list. اختصار وقلقاي. ودوس مسطرة. راح مدي لك مساحة الايه? الصلب الكامل اللي قدام. مساحتها كامل. مية واحد واربعين متر مربع. في اتنين من عشرة. ادي لك حجم الجزء الريسيبشن اللي قدام كله كامل. اتفقنا كده ولا ايه? طيب ترجع بقى انت يا معلم وراء. ترجع يا معلم وراء. ده فيه ستاشر. وفيه اربعتاشر. وفيه اتناشر. اعمل انا ايه? صلى عنادي. انسح وارس ستاشر والاثناشر والاربعتاشر. واتعمل على ان انا عندي مرات كام? اتناشر بس. فهعمل ايه في التوقيت ده? هروح واخد الخطوط دي بص نفس اللي كنت مختارها هناك. ولا انت مش معاي? اهو. بس همش برادي على مين? على الحد الخارجي. انتم معاي كده اولاد? كله منبر كبلاطة اهو. كله منبر كبلاطة اهو. بالخط ده بدول. طبعا مش هيحس بالكلام اللي بقوله ده بجد. غير الناس اللي حصرت بقديها وعينت. انتم معاي? اهو. يا رحمكم الله يا حبيبي. اخد دول كده كلهم كابي واطلع بيهم بعيد كده اولاد. استريتش الخط ده كده شوية وليكن عشان اعرف اقفل. واستريتش الخط ده فوق واستريتش الخط ده طاحت. حين اعمل ده ترى. حد يفاكر? ما انا لسه اقايد. عايز اقفل ده شكل مغلق. يبقى جيه اللي. اختار ده على بعضه. مصطرة اتقفل. اجيب مساحته. المساحة بكام? متين تمانية وخمسين متر مربع. غلط. فتن مستيكن كده رفو بوينت اتناشر. ليه? المساحة دي مش كلها بلاطة. المساحة دي كان فيه هنا مين يا معلم? سلم ومنور. لو انا افترضت لي لو اختضاره. فخبر اختلفاタها. فان احتراف الي كده resource فان انا واحد اخد دول كده على بعضهم حتة واحدة يعني. فرضل ان هو جايين كده. رش واخد البوكس ده الاول برا كده. يبقى المتين الخمسين نائس . نائس مين؟ ده كده. تلاتة وعشرين وتسعة و خمسين من مية. الفرق ده بقى اللي يندرب في بوينت اتناشر. كده حيفضلك ايه في السقف ما تحصرش. ترد تقول لي هنا في فرق اربعة سنتي. بس لاربع سنتي الفرق دي من فين? من جوه جوه الكاميرا ومن جوه جوه الكاميرا. تاخد اتنين دايمين شان تضربهم في بعض. وانا اضربك على طول ساعتها. انت مش عايز تجيب الباكة من جوه جوه كم? امر جميل اسمه باوندري. اختصاره بي او. واروح دي اسمه مسترة مرتين. وفي قلب الاريا اللي انا عايزها هادوس كليك شمال. وادوس مسترة. لو جيت وقفت على اي حتة. عملك شرط لمغلق بداخلها. اللي انا لو خدت دا وعملت امر لست. اربعة وطلعتين دي تضرب في كام? في بوينت او فور. في اربعة سنتي. فارق التخمتين. انتوا فهمتوا قصدي ايه? تمام. طب اطلع. الاربعة شرط بنفس القصة ودي بنفس القصة. بزمتك السقف اخد حاجة ولا تفور? اتفور في ثواني. الكمر. هتحصل ازاي الكمر. بنفس الطريقة بتاعت السميلات بالزبط. مش الكمر كل ورق. هو اللي هنا الكمر كام ورق? ستين. وانا اعلن التخانة اللي هشتغل عليها كام? اتناشر. يبقى الكمر كله هيوصل معي لحد يتخانها كام? تمانية واربعين. يبقى هجيب مجموع اطوال خطوط الكاميرات. واضرب في اتناشر من مية في تمانية واربعين من مية. ايه التمانية واربعين من مية دي? ومش الكاميرا ستين. وتخانت برطة اللي هتشيلها اتناشر يبقى اللي فاضي الكامير. تمانية واربعين. طب بتوعز ازاي? كاميرا زي دي. مكسورة اهي? احصرها ازاي? عالسينتر لاين. ارسم سنتر لاين الكاميرا دي ازاي? هلقاك بتقولي هتستعبط? ده سنتر لاين. لا. سنتر لاين عالسينتر لاين يفرق. صل على النبي. الكادة الجديد من اول الفين وسبعتاشر. في امر اسمه سنتر لاين. اهو يا فاندم. اختارت دي واختارت دي. راح رسم خط في السنتر لاين. اختارت دي واختارت دي. رسم خط في السنتر لاين. تيجي تقولي ايه يعني? ما انا كان ممكن اعملها خط? لا. ما هو ده سنتر لاين عن سنتر لاين يفرق برضو. ان انا لو خدت خط منهم خط وحركته. بيفضل الخط بتاع السنتر لاين كونستريني منه في نص المسافة. لو انا خدت دي كده وتحركت كده. بصوا شوف ايه دي? لو خدت دي كده وتحركت كده. تفهمتوا اصلي ايه طبعا? طبعا انا دلوقتي ايه? كنترول زد. هاخد الخطين دول اهم واطلع بيهم موف برا. اقول له الاول اكسب لود. كونهم كسنتر لاين. وعايز اجمع دول يبقى خط واحدة اجمعهم ازاي? امر اسمه جوين يا اولاد. جي وبعدين مصطرة روح مختار دول كده. وده اسم مصطرة بقى وحتة واحدة. اجيب طول الخط ده منين? لست لو تفتكر. قال لك طول الخط كام? يبقى ده كده طول الكاميرا. لسه ما اسمي مين? العرض والارتفاع بتوع الكروسكش. فهمتوا قصدي او لا مفهمتونيش. طيب اخر حاجة السلم. هحصر السلم ده ازاي? كبير. تعالوا معي بودو نرسم كطاع السلم ده في ثواني. ارسمه ازاي ترى? بص يا فندم. ده كده اخر بصت السلم. بس خلي بدك بصت السلم دي كان عاملها كاميرا مدفونة. كما لو كانت كاميرا مدفونة مية وعشرين عرض في خمسة وتلاتين مين? ارتفاع. هروح عامل الخط ده كده واقول له افسد. خط الهنا. وبعدين هنا. وبعدين هنا. وبعدين عند اخر الكاميرا دي هنا. صلى. ايه تخلت السلم كم باشر? عشرين. مش كده? طيب بص معي. اجي من هنا كده وااخد خط كده اهو. او يعبر عن البسطة دي? ولا انت مش معي? طيب الراجل ده هنفترض انه هو طالع كده الدرج ده. الدرجة الواحدة منهم بخماشر سنت ارتفاع. يبقى كابل الخط ده الفوق كامل. بوينت خمستاشر. هاخد ده واجيبه كده. واروح عامل ترمل دي وترمل دي وترمل دي. كده عملت الدرجة دي. اللي هاخدها كابل. وابدأ اعملي هارد علي. اركب كده لحد لما اقفل عندي مين? عند الخط الاخير ده كده. معي انا واصدي ايه? ارجع عمسح الخطوط دي ما عونتش عايزها. ده كده يكمل هنا كده هو يجي. الحتة دي انت قلت تخانتها كام? خمسة وتلاتين. يبقى روح جاي عامل افست خمسة وتلاتين من مية. من هنا لتحت. طب استلم اصلا كتخانة بالدرج كله كامل. يبقى روح جاي عامل افست بوينت تو. ومن هنا لهنا. طبعا الميل اجيب التخانة ازاي? واصل السكتين دول. واعمل افست العشرين سنتي. وامسح دي. وارجع اعمل فلت للخط ده مع ده. ثم فلت لده مع ده. لان تخانت السلم بتتأسعى الميل كده هو. هي دي تخانت السلم. من السوكة عمودي على القلبة تحت. خلاف ذلك غلط. وارح جاي عامل ترم دي وديه والديه والديه. يبقى رسمت القلبة باقل مجهود ممكن. عايز القلبة دي اعرف مساحتها كام? من عايز احصر السلم. اعرفها ازاي? باوندريا فاندم. مصطرة مرتين ضغطة في قلبها. راح جايب لك شكل مغلق اهو. الشكل المغلق ده اخده واقوله مين? لست. قال لك الاريا كام? واحد. رات واحد تسعة وتلاتين من المية متر مربع. ده يتضرب لسه في مين? غلط. التخانة اتخذت في الاعتبار هنا. يتضرب في البعد التالت. انا بحب اجسم قوي بعد اذن حضراتكم تسمحوا لي. اللي هو البعد مين? التالت. اللي هو عرض مين يا جدعان? عرض القلبة. اللي هيجي منين عرض القلبة ده بقى? من هنا بقشة. يبقى واحد تسعة وتلاتين من مية في واحد ستة وعشرين. في اتنين. عشان دي قلبة اختها فوق. بس في التوقيت ده هتفاجأ حضرتك. انه ما عليك لما جيت حصرت حصرت دي كده. ولا انا بتهايقلي? وحصرت كمان اختها دي كده. حيفضلك ساعتها لسه مين? الحتة الصغيرة دي من البسطة? والحتة الصغيرة دي من البسطة. اجيب دي ازاي? اروح واخد دي كده هو يا ولاد. واخد دي كده. ودي ودي واطلع بيهم برا. موفقهم. هجيب مساحة دي لست. واضربها في كامل مساحة الصغيرة اربعة من عشرة دي. في بوينت تلاتة خمسة. التخانة. دي مساحة في البلان. دي بناقصة لسه التخانة. انتم معايا? واختها للنحية تانية اضربها في كامل. في اتنين من عشرة. كده انا خلصت وخلصت وشكرا والسلام عليكم.